انظر معي إلى هذا الدمار الهائل سببه ظاهرة تدعى دانا هذه الظاهرة يمكن أن تتسبب بدمار وتتسبب بخسائر كبيرة جدا في الأرواح والممتلكات اليوم سنتحدث عن ظاهرة تدعى دانا وأسبابها وهل يمكن أن تضرب بعض دول الشرق الأوسط كما سنتأمل بعض الصور مثل هذه الصورة لما قبل الفيضان وما بعد الفيضان وماذا أحدث من تدمير هائل وكيف يمكن أن نقي أنفسنا من مثل هذه الظواهر بإذن الله حتى يتبين لهم أنه الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة اليوم سنتأمل هذه الظاهرة التي رأينا كيف ضربت في إسبانيا في مدينة فالينسيا حيث أزهقت أكثر من 200 إنسان ودمرت ألاف السيارات والمنازل ومثل هذه الظاهرة أيضا حدثت في مدن عديدة وسوف نجيب عن سؤال مهم هل يمكن أن تضرب بعض دول البحر المتوسط أو مثلا دول الشرق الأوسط ما أسباب هذه الظاهرة ولماذا بدأت تكثر وماذا يقول العلماء عن الأيام القادمة التي تنتظر مثل يعني التي ستضرب فيها مثل هذه الظاهرة هل ستكون أكثر شدة وأكثر تدميرا وما هي الأسباب الكامنة وراء ذلك أول شيء أيها الأحبة الظاهرة تدعى دانا دي آ إن آ أو المنخفض المعزول في المستويات العليا ما معنى ذلك أيها الأحبة أرضنا متوازنة بشكل دقيق جدا وبشكل حساس هناك توزع لدرجات الحرارة توزع لتيارات الرياح هناك توزع للمنخفضات الجوية وهناك نظام متوازن عندما يختل هذا النظام تنشأ مثل هذه الظاهر المدمرة حيث تنفص الكتلة من الهواء كما نرى هنا أمامنا في هذا الرسم انظر معي أخي الحبيب كتلة معينة تنفصل وتذهب بعيدا إلى الأعلى وتنعزل عما حولها وتكون هذه كتلة هوائية باردة لذلك يسمى منخفض جوي منعزل ولكن ليس منعزل في الأسفل بل في الأعلى في طبقة من طبقات الجو هذا المنخفض الجوي يكون مليء ببخار الماء بسبب الحرارة الزائدة يحدث تبخر لمياه البحر بشكل أكبر من المعدل فتنفصل هذه الكميات الهائلة من الرطوبة وتصعد إلى طبقات الجو العليا على ارتفاع تقريبا أكثر من سبعة كيلومتر تصادف طبقات باردة جدا وضغط جوي منخفض جدا في هذه الطبقات بسبب قلة كثافة الهواء الذي يحدث أن هذا الهواء المحمل بكميات كبيرة من الرطوبة يبدأ يتكثف ويشكل نويات التكثف التي تتجمع حولها ذرات أو جزيئات الماء فتشكل الغيوم الكثيفة أو الركامية هذه الغيوم تتشكل في منطقة محددة على مدينة قريبة من الساحل وبالتالي تنزل كمية هائلة من الأمطار وخلال زمن قصير خلال مثلا سبع ساعات أو ثماني ساعات تفرغ هذا المنخفض المعزول الذي تحول إلى غيوم ركامية يفرغ حمولته من الماء خلال زمن قصير فيغرق مدينة بأكملها كما حدث في مدن عدة في برشلونة وفي فالينسيا ومدن أخرى ويقول العلماء هناك احتمال أن يصيب أي مدينة تقع على البحر المتوسط سواء من الجانب الأوروبي أو في شمال أفريقيا يقول الخبراء أن السبب هذه الظاهرة هو التغير المناخي يعني أنا لدي هنا مثلا في هذه الخريطة توزع لتيارات الرياح وتوزع للرياح الباردة والساخنة والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم وأنبتنا فيها عن الأرض يعني وأنبتنا فيها من كل شيء موزون إذن هناك نظام متوازن ودقيق ما الذي حدث أيها الأحبة خلال المائة سنة أو مائتي سنة الماضية الإنسان بدأ يقوم بمشاريع عملاقة زادت صناعة السيارات زادت نسبة التلوث بشكل كبير جدا فهذا التوازن بدأ يختل بدأت تظهر نقاط هنا فيها تلوث عالي هذا التلوث يحجب أشعة الشمس أو يحبس الحرارة تسمى الاحتباس الحراري بدأت الحرارة تنحبس على الغلاف الجوي القريب من الأرض وبدأ يحدث ارتفاع في درجات الحرارة هذا الارتفاع أدى إلى خلل في خريطة توزع الرياح والضغوط الجوية حول العالم هذا الخلل أيها الأحبة بالإضافة لعدم انتظام أو عدم انتظام في توزع درجات الحرارة لأن هناك مناطق شديدة التلوث في المدن الصناعية مثلا ومناطق نسبة التلوث قليلة فبدأ يختل توزع درجات الحرارة كل هذا الأمر أيها الأحبة أدى لنشوء ظاهرة سمية المنخفض المعزول في المستويات العليا الذي هو دانا اختصارا يعني دانا طبعا عندما يتشكل في منطقة قريبة من البحر منخفض جوي منعزل منخفض معزول في طبقة عليا من طبقات الجو تنحبس في داخله الرطوبة لعدة أيام وبسبب التيارات الهوائية العنيفة على ارتفاع مثلا 7 أو 12 كيلو متر يحدث تكثف سريع لبخار الماء وتشكل الغيوم بسرعة وبشكل غير طبيعي طبعا وتنزل كمياتنا المطر بشكل غير طبيعي أنا لدي هنا طبعا هذه كلها الصور تفسر لنا هذه الظاهرة وكيف تنعزل طبقة أو كتلة انظروا هنا قبل وبعد الفيضانات يعني هنا قبل الفيضان بعد الفيضان انظروا كيف كمية الماء التي غمرت المدينة هنا كيف أصبح شكل المدينة بعد الفيضان مثل هذه مثلا أشبه ببحيرة وهنا غمرت المياه أيضا يعني أعداد كبيرة من الشوارع والمنازل وهناك دمار هائل سواء في البنية التحتية في السيارات في التلوث أيضا الذي يعقب مثل هذه الفيضانات خسائر في الأرواح مئات الناس يمكن أن يموتوا في مثل هذه الظواهر بالإضافة لتدمير أيضا المحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية طيب الآن هذه ظاهرة حقيقة مدمرة وفي الفترة الأخيرة بدأنا نشهد إعصار ميلتون الذي سبب خسائر أكثر مئة مليار دولار في يوم واحد في أمريكا الفيضانات التي شاهدناها في إسبانيا وغير ذلك طبعا الخبراء يقولون مدام هناك تلوث هناك فساد في البيئة فهذا الأمر سيزداد هذه الظاهرة ستضرب في أماكن مختلفة أنا سأل الله العافية لنا ولكم جميعا هنا أود أن أتأمل معكم آية من القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول فيها ظهر الفساد في البر والبحر الفساد في البر والبحر مثل هذا التلوث الذي نرى وهذه الظواهر يتحدث عنها القرآن بصيغة الماضي لأن الله عز وجل ليس لديه مستقبل المستقبل بالنسبة لله هو ماضي لأنه هو خالق الزمن وبما أن هذا الفعل أو هذا الأمر سيحدث بشكل مؤكد فيتحدث القرآن بصيغة الماضي للتأكيد على حدوثي ظهر الفساد في البر والبحر طيب لماذا؟ قال بما كسبت أيدي الناس العلماء يقولون أن عدم التوازن في البيئة اليوم سببه التلوث الذي أحدثه الإنسان والحروب والأسلحة النووية وغير ذلك وبالتالي أيها الأحبة القرآن صور لنا هذه الظاهرة وأعطانا الحل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوه بالفعل اليوم كثر الفساد كثر الظلم كثر البعد عن الله سبحانه وتعالى وبالتالي مثل هذه الظواهر هي نوع من أنواع التذكير لنا أن نتذكر أن نعود إلى الله ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذن ما دمت أيها الإنسان تطغى في هذه الأرض وتفسد وتستكبر وتلوث الجو ولا تحافظ على هذه النعمة التي أكرمك الله بها ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها الإنسان اليوم للأسف ينشر الإفساد في الأرض بسبب التلوث والمشاريع العبثية والحروب كل هذه تلوث البيئة وبالتالي لا حل لهذه الظواهر إلا بالعودة إلى الله تبارك وتعالى أحفظ معي هذه الآية أخي الحبيب ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوه لعلهم يرجعون وقال أيضا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فكل هذه الأشياء التي نراه وهذه الظواهر المدمرة والتي ستكثر كما يقول العلماء الهدف منها أن نتذكر أننا عباد ضعفاء ينبغي أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن لا نفسد في الأرض وبالتالي الله سبحانه وتعالى عندما نصلح أنفسنا الله عز وجل سيصلح لنا هذه الأرض التي أفسدها الإنسان للأسف الآن أيها الأحبة أود أن نقدم شرحا علميا لهذه الظاهرة طبعا أنا لدي هنا مدينة ساحلية سبحان الله هو يضرب المدن الساحلية هذه الظاهرة تضرب المدن الساحلية ولدي هنا البحر الذي بسبب زيادة الحرارة التي قلنا سببها التلوث أصلا يزداد التبخر تزداد كمية الماء المتبخرة هنا والتي تصعد لطبقات الجو العليا حيث تشكل كما قلنا منطقة معزولة مليئة بالغيوم الكثيفة جدا بفعل التيارات الرياح فإنها تدفع إلى هذه المنطقة طبعا الجبال هنا إذا كانت المنطقة جبلية تسرع عملية تشكل الغيوم أكثر وتزداد الغيوم كثافة لأن الجبل يساعد تيارات الهواء على الصعود والتسارع وبالتالي تتشكل كمية أكبر من الغيوم خلال زمن قصير ساعات قليلة فقط فتقوم بإغراق المدينة هذه الغيوم بشكل مفاجئ وقد تكون درجة الحرارة مرتفعة هنا في المدينة لا يوجد إشارات لهذه الظاهرة الظاهرة تضرب فجأة سبحان الله حتى لا يمكن التنبؤ بها وبالتالي نحن الذي نشاهده دمار وفيضانات وأرواح وخسائر كثيرة جدا الحقيقة أنا أود دائما أيها الأحبة في مثل هذه المناسبات عندما نرى هذه المشاهد أن نتذكر ضعفنا أمام الله عز وجل أن نعود إلى الله عز وجل أن نكسر من الأدعية التي كان يدعو بها النبي أدعية النجاة أدعية النجاة من المهالك النبي كان يستعيذ بالله من موت الفجاءة أو الموت المفاجئ هكذا يأتي الموت بشكل مفاجئ إنسان ينام في غرفته فجأة يجد أنها غمرت بالماء وغرق هو وأولاده وأهل بيته فهذا هو الموت المفاجئ كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذا الموت المفاجئ وهنا أيها الأحبة لا بد أن نتذكر دعاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي استعاذ بالله من صخطه من فجاءة نقمته من جميع من كل أنواع العذاب لذلك مثل هذه الاستعاذة ينبغي أن نكثر منها كل يوم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صخطك فالانتقام المفاجئ هذا الله سبحانه وتعالى يقول فإن منهم منتقمون لأن الفساد كثر أيها الأحبة ومثل هذه المظاهر هي نوع من العذاب بالنتيجة يعني فأنت عندما تستعيذ بالله من شر هذا العذاب ومن فجأة أو فجاءة انتقام الله عز وجل ومن جميع صخط الله ومن تحول العافية أو زوال العافية والصحة فأنت هنا تستعيذ بإله عظيم هو الذي سيدبر لك الأسباب هو الذي سيهيئ لك أسباب الحفظ والحماية ليحفظك من كل شر نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل شر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق